بخصوص التقاعد اللي تكلمت عليه هذا كان من النقط التي ناقشتها الحكومة في الحوار الاجتماعي خاصة في دورته الأولى وكان الموضوع ديال ديال واحد الاجتماعي اللي ترأسته السيدة وزيرة المالية واللي مع النقابة طبعا مع الشركاء الهدف منه هو أنه نوضع تشخيص لهذه الصنادق الآن تشخيص توضع يجب أن نمر المرحلة الثانية المرحلة الثانية هي المرحلة التي يلتخذ يعني الاتفاق حول الحلول وحول الإطار العام لمعالجة هذا الملف يجب أن أكون صريحا معك ما نقول لك شبه أن هذا ملف سهل هو ملف معقد في صعوبات على مستوى يعني تعدد الأنظمة الاختلاف ديالها تشتوت ديالها أيضا لذلك فالحكومة تشتغل وفق مقاربة تشاركية مع النقابات لكي نصل إلى اتفاق إن شاء الله في إطار هذا العمل هذا المشترك واللي يكون الهدف منه هو نخرج بواحد الصيغة لتوفق عليها طبعا النقابات واللي تكون ترضي جميع الأطراف وتحقيق نتائج لهذا وحول وتقدم حلول لهذا الملف العويس اللي بالمناسبة عرفوا حد الإصلاح فيما قبل لكن ذلك الإصلاح لم يقدم أي نتائج بل كان إصلاحا ضرفيا والدليل هو أنه بعد خمس سنوات نحن اليوم نقف حول أن المشكلة تجدت لذلك هذه الحكومة هي عازمة على إصلاح هذا الموضوع لكن بشراكة وثيقة مبنية على الثقة مع النقابات ترجمة نانسي قنقر